بالسجون اللبنانية اليوم فيه تقريباً 3000 موقوف بتهم تتعلق بالمخدرات بحسب مديرية السجون أغلبهم الموقوفين بتهم ترويج وتجارة مش استخدام وتعاطي هيدا الرقم بيوحي وكأنه القانون بيفرق بين الاستهلاك من جهها والترويج والتجارة من جهة تانية وبعاقب التجار والمروجين بس بالفعل نص القانون مبهم وتطبيقه استنسابة وقمعة وحقيقة الوضع ان اكتار من الموقوفين بتهمة الترويج توقفوا القانون مستخدمين وحبسهم بتهمة الترويج عندها نتائج كاريسية غالباً بتقدل سنوات بالسجن وتدمير حياة ضاعت بدهليز النظام القضائي والعقابة شو مفهوم الترويج؟ وكيف هالتهمة صارت عم بتغزي السجون بألاف المسجين كل سنة؟ مفهوم الترويج بالقانون مبهم والتهمة بتستعمل لتلملم كل الجوانب يلي بتحايت بعملية الاستخدام بنظر القانون مثلاً اذا شخص قطع سيجارة حشيش لرفيقه ببطل مستخدم بيصير مروش اذا شخص اشترى لقاله لأصحابه ببطل مستخدم بيصير مروش اذا حدا قال انه اخد حشيش من حدا هل حدا ببطل مستخدم بيصير مروش؟ اذا حدا عامل صهرة وصار فيها استخدام المخدرات يلي نظم الصهرة بيصير مروش يعني بنظر القانون الفرق بين الاستخدام والترويج هو السياع الاجتماعي اذا حدا عم يستخدم لحاله او مع غيره المشكلة بهالمفهوم هو انه ببطل يفرق القانون بين يلي عم يضيف اصحابه كمية صغيرة بصهرة ويلي عم بيتاجر يربح مصاري بين يلي عامل صهرة ويلي بنتمل لشبكة الترويج بين واحد دخن سيجارة مع رفيقته وتاجر مسلح شغلته يبيع مخدرات بنظر القانون كلهم تحت سقف الترويج والمشكلة التانية انه في فرق كتير كبير بين عيقاب الاستخدام وعيقاب كل شي بيعتبر ترويج سنة 2013 اصدرت محكمة التمييز قرار بتفعيل قانون من 98 بيتعطى مع استخدام المخدرات بشكل مختلف عن باقي الجرائم المتعلقة بالمخدرات مثل البيع والاستملاك والتسهيل والتجارة اعتبر انه استخدام المخدرات مسألة صحة عامة والمتهم اذا بيقبل يتلقى علاج بيتم اعفاقه من عقوبة السجن يعني العلاج محل العيقاب مع انه القانون اعترف بمبدأ العلاج وبمقاربة اقل عنفية لمسألة استخدام المخدرات باخر عشر سنين بس 6.7% من المتهمين باستخدام المخدرات تمت احالتهم للعلاج القانون بيسبت مبدأ العلاج للمتهمين بالاستخدام اما كل شي متعلق بالترويج فهو جناية عقابة غرامة مالية او سجن مقبط تتخفف عادة لخمسة او سبع سنين بالسجن الفرق بين الترويج والاستخدام هو الفرق بين اعتبار قضية المخدرات قضية جرمية او قضية صحة عامة بين العلاج والعودة الى الحياة او السجن والحلمان من المستقبل خطور اتهم الترويج انه مبهمة وما بيفرق بين يلي بيتاجر بغاية الربح ويلي بيسهل ويلي عنده استخدام معتاد للمخدرات خطورتها انه بتجرم السياع الاجتماع على الاستخدام بيتجاهل القانون انه فيه ناس بتعتبر الاستخدام عادة جماعية متل ما بيتجاهل حالة الرعب يلي بتخلي الناس تشرب من بعضها لتقلل من الخطر القانون كمان ما بيلحظ انه في كتير بيتطروا يروجوا لانه بحاجة ليمولوا استخدامهم يعني المستخدمين يلي بحسب القانون لازم يروحوا على العلاج عم بيصيروا يتهموا بجنايات ويفوتوا على الحبس وكون المادة 108 من قانون العقوبات ما بتحت سقف لمدة التوقيف الاحتياطة بقضايا مرتبطة بالمخدرات ممكن يعدوا اشهر او حتى سنوات بالحبس ناطرين حكم حتى لو كانوا بريئين تجريم السياة الاجتماعي، تجاهل كيفية الاستخدام، نص مبهم، عدم التفرق بالعقوبة كلما شاكل تفتح المجال امام تطبيق استنسابة للانون مع عوائب كارثية على حياة الناس من وقت ما اطلقت الرئاسة الامريكية الحرب على المخدرات كان دايما في اهداف سياسية من وراءها تتحجج بالمخدرات لتجريم فئة عرقية او فقيرة او تستعملها الحرب لغيات سياسية واقتصادية هذا المنطق تم تصديره لكافة العالم وكان العائق الاساسي امام تطبيق سياسات اكتر تقدمية وانسانية لمقاربة مسألة المخدرات صعوبة تخلص السلطات اللبنينية عن هذا المنطق قالوا علاقة بانه هيدا سلاح بايدا لتجريم فئات واسعة من المجتمع شو بيصير بمخك لما تتعاطى مخدرات شو بيصير بايدك مثلا لما تفرض على الموقفين بالتظاهرات فحصات بول مع انه توقيفهم ما قالوا علاقة بالمخدرات المخدر مادة بتبقى بالجسم وبالتالي سهل استخدامه كدليل ضد ناس السلطة بتتعاقبهم او تقدبهم وتهمت الترويج من نا الا وسيلة الحرب على المخدرات فشل تتعالج مسألة سوق استخدام المخدرات بس نشحت بانه تغزي السجون بألاف الموقفين ما مفروض يكونوا بالسجن اصلا وبالتالي نشحت تغزي المكنة العقابية مع عثار كاريسية على المجتمع اذا بدنا نعالج مسألة سوق استخدام المخدرات لازم القانون يغير مقاربته الجرمية للمخدرات ويقدم علاج لي اللي بيحتاج ويترك الحبس للتجار الكبار والمهربين وكل من بيدافع عنهم ويغطي عليهم ترجمة نانسي قنقر